السلام عليكم ورحمة الله أحبابنا إن شاء الله تكونوا بخير لأنكم مطلع جيدة بإذن الله تعالى فيما يخص البريكول دائمان مع عتاد صيد الأسماك بالرمح الخطرة هذه بإذن الله تعالى نحكيه على الميكانيزم كولا ما أكذب عليكم كفاق والولوب العربية سامحوني خاوتنا على كل أتحاد ميكانيزم تعلق الكروس تعلق الكروس تعلق مسد صيد الأسماك كما تعرفو خاوتنا رامي تفرقو فيهم كده النوع اليوم راح نحكيه على نوعين ميكانيزم ستوندار السامبل والميكانيزم أمفرسي صراحة إننا والله ما نشتيت تسميات هذو لأنهم تسميات هذو يضخموا الأمورات بزاف ويصعبوا الحكاية وصيرتو خاوتنا لي ما يعرفو شو كده كيسمع أسمكي منها كي يتخلع وكي الناس يربي يغفر أدم ثاني يستعملوا الأسمي هذو باش يضخموا يعني متعمدين وؤولي وذرك إحنا كيما إحنا دين نعرفوهم الداول بين الصيادين أنا كي نشكر لك حاجة نتقر لك المحاسن تحا والعيوب تحاوك بصيفة تقنية على باري من شي نحكي باش نهضر برك والله باش نشكر حاجة سواء انها عندي والله حب نشكرها نشكرها باش نذكر المحاسن تحاوك باش الناس يقول لي ويعرفو على هذي كمليحة خير من الأخرى كيما في الحالة هذي خاوتي هذا ها وميكانيزم هذا يقولولو ميكانيزم انفرسي هذا كيما راكم تشوفو تعال كريسي كروس كريسي وراوك فيه كما نقولوش حال من شركة يخدموه بالسيستام هذا اليوم باربي إن شاء الله خاوتنا نطرقو له ونشوفو الفرق بينه وبين هذا الكروس الميكانيزم هذا كيما راكم تشوفو هذا تعال اومير اومير سامبل نورمال وما نكذبش عليكم نقول هالكم دركة ونبعدو باربي إن شاء الله نصلو الناتجة أنا نشتي الأومير ونبعدو كنو شرح لكم الفرق بينه نبدو بهذا الصعيب هذا اللي يسميوه انفرسي هذا ندخلو له باربي إن شاء الله بالتفصيل الموميل وشن هو ثبته معي يكونسونتريو معي أخاوتنا باش باربي إن شاء الله ما يبقاش له بس خلاص الحاجة اللولة اللي راكم تشوفو فيه قاشات هاهي كي تركز تحبط اللسان هذا حتى اللي هنا البرانسيب هو هو كيد كلاسي كيد انبارسي ما كان حتى مشكل وش الفرق بينهاتم خاوتنا ذوكا وش نديرو 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 كاساته بار بياسة ونشوفو وش لا ديفيرانس بينهو وبين الأخرى باش نديرو نديرو خاوتنا ميش حاجة وعراء نحيو نديروها تخرج هكا نديروها تخرج هكا هذا اللسان كي ما راكم تشوفو خاوتنا اللهنة لسان نيلون هاه هذا اللسان يجي لداخل هذا الدرجة هذي اللهنة خاوتنا اللهنة كيندكو حنا لا فلاش تتركز عليها اللهنة تطلع هي كي تطلع هي وش تدير حتى اللاهنة هادي كي تطلع هذي كي تطلع هذي كي تطلع هذي كي تطلع كي تطلع اللهنة تتركز اللهنة في هاد لا بارتي هذي في هذي لاكس هذي يجي اللهنة يا هاي كفاة تجيب كما نقولوا باش يشوفوا خاوتنا دق نعقب ها هاي ديك هكا باش بربي يشالله بإذن الله يتعالى خاوتنا واحد لا يزيد يقول لكم كيف اهو انبارسي يتولي وتعرفوا كل شبه يدني الله هذا يتركز اللهنة انو هذا تحكم لا فلاش هذا وش اللي يتركز عليه هو هذا هذة اللسان هذا كي تخبط او لا فلاش كي تعود تتشرج انتايا يطلع هذا اللسان يطلع حكا وش يدير翌 هذا اللاباق هذي وبعد بدورو هذا اللسان جهة هذي لي منها تحتني السفلية وانت تركزآLS rendقات عالقاشات اللذي هنة يا كتير انتايا وش يدير لقاشات تدخل ليبيري اللسان هذا بدوره شي ديري بيري لاكس هذا يخرج وش الفرق بينه وبين الكلاسيك خوتي انه ما كانش كونتاك ديراك تشارجمو مع اللاقاشات وبالتالي تلقيه ابين فيه ديفيرونس تح سو بلاس كينا سو بلاس في التير كي تيري انت يعله لانه لا دي شارج مبعد ما يتفرأت ما التيري تصرع على مرحلتين لابياس هذي تليبيري لاباق هذي تعالنا للداخل اللي تشوفوا فيها اينوكس وهذا لاباق هذي بدورها تهبط التحت تقليسي لا فلاش تخرج هذا ما كان وانما كوطي تعصح صوريدي دي تحا والرازانة تحا راهي تتأثر بنفس العوام اللي تأثر بيهم لقاسة نوروما الكلاسيك وش هم العوام العوام اللي احتكاك الخاوة اللي اهنا هذو اماكن الاحتكاك لانه هذي اللي اهنا جيهاك اللي اهنا فلقاشات كي تتركز انتكين احتكاك بين لقاشات وبين هذي تتكل لفات هذي اللي اهنا كي تطيح راح تولي تلاشي تتلقوا حدا نفس الشيء مع الكاسات كراسيكية وما كان حتى فرق هذي زيدة ثقل وزيدة لزاكسيسوار وخاصة خاوتنا يميعرفوش برانسيبتاها كيف ما تخدم راح تغلبهم ما نكذبش عليكم هذو مقلالة خاوتي اللي يفهمو لهم برانسيبتاها كيفا يخدموه وانا بذن ما اطرقت الموضوع هذا بش ما يبقى حتى واحد عندو الاحتكار ويحكي لأساس انه تم شغل فرعون خاوتنا كل خلقنا ربي بوكل تسع شهر و بوكل بإذن الله تعال انتعال مو بوكل نعرفو مكاشو واحد زادي عرف بوكل نعرفو بإذن الله دلوك الخاوتي موش راح ندلقم دوك تشوفو هاي هذا البرانسيب دوك نحيوها نديمونطيوها خلاص نجبدوها هاي هاي اللو بيستعنا انا ديمونطينا لقاسات هاي قاعدة تغير لقاشات واحدة هتلعبها هاي انا ما نكذبش عليك انا عندي عقدام متضخيم كي تبدأ هاك حكا حكاية الضخم ندير عليها فيديو هاك ما كانش هاي تضخيم هادا رانا بوكل ولا تسع شهر و دي ما نقولها و نعاودها و ما كانش هذا واحد يعرف خير من واحد بوكل بربيش الله نعرفو هاو البرانسيب تحار خاوتي فاتخ كي تشرجي انت يا الله فلاش وش تدير الله فلاش تدخل لهنا اياه تحكم الله هنا اياه بالله الواحد وهذا اللي هنا يلحق عليه الحافة على فلاش من الله وراه ادزو تمو هو يكون طالع هاكا يكون طالع هاكا كي تلحق عليه الفلاش دزو كي تدزو هو بدوره وش يدير يدز هاد لا بي اس هادي تطلع الفوق كي تطلع الفوق تحكم الله فلاش في القوس تحها هاك هاك هاو البرانسيب هذا هو البرانسيب هاكا كي تدز انت يا الله فلاش وش تدير هي بدوره هو هذا يكون هاكا سامحوني خاوتي بس كشوية الدنيا مكمبريكي و ما عندي شما لدي تسع هاكا ركزو برك خاوتي كي تدزو هاك 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 هده يكون هاك 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 تتعود تطلعه الفوقientos كي تطلعه هو الفوق وش يدير بدوره بليسي هادي لا نعودو هادي كي تز swallow هنا لا وح Cape这 يكون هاك 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 يتزو لافلاش وش يدير يطلع يدوره يدز هذا لا بلاك هادي وعلى بالي شوية تعب هاي يتكون هكا يتدز هذا هكا اللسان يدوره هكا ويطلع على فوق يكون انسي هذي اللهنة من بعد كنت يري وحنا تركزوا على لقاشاته من تحت التفتح يهبط هذا كي يهبط هذا وش يدير اللي بير يدوره الحديدة هذي تخرج ثم الحديدة هذي زي ما تخدم تخدم هكا هكا تحكم الله فلاش اللهنة هكا البرانسيب هذا هو البرانسيب خاوه ثم اللهنة اللي احتيكك المباشر مكانش مع السهم وانما اللهنة هذي تخدمه برانسيب ثم نفس الدول اللي يتخدمه لقاساته نورمال فهمتو خاوتناه ان شاء الله تكونوا فهمتو لكم عودوا نركبوها نديروا التركيب شوفوا خاوتي باش واحد يقول لكم ما يتركب هكا ولا تركب هكا هاي هاي زي ماش هكا جيها دي ما لمقوسه جي جيها هذي المقوس هذا اللي من تحت جي جيها هذي هكا نجوزوها هكا عقبناها هاي في بلاستها الجوان هذا اللي هنة يعدي بين بين النيلون اللي هنة هاو كيفا يجي الجوان هذا يجي بين هذي و هذي بين الابياس و هذي باش يخدم الفريناج و مبعد نبلوكيوها شوية هذي اللي هنة زيد لاسون سيبليت كين سيريوها تبعد شوية على اللاقاشات تولي اللاقاشات تخدم في كورس قليلة و كين دي سيريوها تعود دز اللاقاشاتية و اني تولي السيبور هذا البياسة هذي تعنيلو توليت فريني مليح اللهنة لذلك خاوتنا كين ديروا كون فيجراسيون قاوية دي ما حاولو انكم تشبحوها باش ما تتفسدش ليليه تعيش لكم شوية ها ليليه الله محمد راس الله سامحوني خاوتي لو كنديرو تركيب هذا سامحوني خاوتي برك انو على باكم قاعد نشوف الكاميرا و الركب درسه مطاج مقلب ها ليكم كيفاش يجي و عادة اكيما اكيما لعادة هذا الجوان هذا الهنايا نشبحوه ها ليكم لابياس هذا لاكس يكون الجهة الفوقانية لانو هذا هو اللي تعدي بينه وبين هذه اللي فلاش تعدي بين لاكس للداخل وبين هذا بعد ذلك وش نديرو خاوتنا اللي حولة هذه حطوها هكا هكا اللي حولة قوبي هذا هو السيستام ها هو السيستام كما ما كان حتى فيها حاجة وعرة دي مونتات ها نبدو رقبها برك ها ندي مونتتها كل شدت وزي ماشي مش كل ذركة كيف احردتها ها نردين ابي اذن الله تعالى هكا نشبحها شوية باش ما تبقاش الطيران هاكا وبعد ذلك هاي ها ها بفقية راقبها زمانية سوف تتخدم برحيم ها تخدم كي تكون في هاي تخرج ثم بسكوية في الكروس ثم تتحكم مليح نتولي لسان هذا ديمي يبورطي في القاعة الكروس من تحت هذا السيستام من فرسي حبابنا باش ميبقاش الاحتيكار بإذن الله تعالى كي تتركز انتهي هذا يحبط فلساني لي بريلا فلاشتاك ها نحوز على وضعية باش نتوفق مع الكاميرا ومع الاخر وما يقلبش عليكم مشكلتها سخنة واش نقول لكم يا أخوتي يا أخوتي هاي كيفية تخدم ها كيفية تخدم ها كيفية تخدم ها كيفية تخدم ها كيفية حاكمة كيفية تركز وحناية وش يدير يطلع تخرج الافلاشة ها كيفية تخدم ها كيفية تخدم لا من اية لا تدخل الافلاش مننا لا الافلاش تدخل تحكم في الابق هذه اللي هنا فيهاže oh high انا مانكذبش عليكم مخاوتنا انا نجتيها لسيستام سامبل ما فيه والو الحاجة الوحيدة اللي اراني كونتر هنا هذي لقاشة تكون اينوكس علاك تكون اينوكس راح يتلاوي تحمل الاحتكاك ومش راح يصرفيها اشكال خطر اخرى تتكل والله بار كونتر هذي عادة يصرفيها مشكل ديما اللي هنا اللسان الجيهة الدخلانية تاعو يتكل من الاحتكاك مع الاكس هذا يولي لاشي واحده هذا هو المشكل بدل هذي بدلها تولي شديدة ما لقيتش كيفه خدم لها واحده اينوكس علا العموم هذه يا خاوتي هذو هما اللي برانسيب تم تعليده سيستام هذو والفرق بينها تم راني قلته لكم خاوتي ما كان حتى فرق يعني كبير اكاول الله انا من الهوات تاع الكراسيكية وراني ضد هذو انهم معقدين في الشارج موتحم وحتى بعد في دي بي اس يحتاجوا تما دي بي اس بزاف كثرة من هذو ومعندها حتى فايدة يعني وزيد الثيقل هذي كنت شوفو ذو كالميزان تحدي يرزوج من هذي للعموم هذه يا خاوتنا وان شاء الله في عرصة جديدة راكم تشوفو فيهم زي ما هام ان شاء الله في عرصة جديدة ان شاء الله نزيد ونحكي وشنوش دروحكم بإذن الله يتعالى لياما تجاية بإذن الله خاوتنا اللي تبعوا الفيديو هذا راح يفهموني على وعا نحكي نحكي عن مسدسات الجيل الثالث في اف كا دي دو فيزيون كا دي مو دو باش نشوفو بربي شاء الله كونفيقيراسيون تحمي شوية معقلة تحتاج شوية تركيز من خاوتي صح بإذن الله تعالى تسهل بربي شاء الله تسهل هذي هي الخاوة اطلاف ارواحكم موسيقى